موسيقى أبناء الأعزاء أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم النهاردة بإذن الله هنبتدي آخر محاضرة في الجزء الأول في ريسبريشن لننهي الـ Gas Exchange وهي خاصة بالكاربون داكسايد وهي ريسبريشن لكشر رقم 7 نتوقع الله ونبتدأ الكاربون داكسايد ترانسبورت وكعادتنا فنحب نبتدي بإمتحان على المحاضرة السابقة التي كانت على الأكسجين ترانسبورت فنبتدي نقول الأسئلة البنط الشويس الخاصة بالكاربون داكسايد ترانسبورت فالفكرة الآتي السؤال الأول الشاي الخاصة بالكاربون داكسايد ترانسبورت هذه هي مهمة مهمة برغب أن الفيزيكا الأقل لازم الأنسجة تبتدي بالفيزيكا لأنه الأسهل هذا الأهم لما تأخذ الفيزيكا فبالتالي سيقل الفيزيكا فسيقل الأكشن فالأكشن يسيب هذا الترتيب يا أبداة الطبيعية هذا الترتيب يعينها على الكيميكا لكن الأول تأخذ الفيزيكا فيقل بدوره الأكشن تنشن فبالتالي الأكشن يبقى دي سوشيتي يبقى دي صح هو الخطط وعليه الأكشن تنشن وعليه الأكشن تنشن وعليه الأكشن تنشن صح برطة لكن واعتدت هوا غربها لأن الأكشن تنشن يعتمد على يمتز المتشن المتشن صح وعليه تكون الإجابة الخطأ هي هي السؤال. أكشن تنشن المتشن تنشن ؟ طبعا احنا عشان يروح لليفت يبقى اللي هو يسموه اللودينج حتى قلنا اللي مع الل اللي هي اللودينج يعني يعد شايد اوكسن مش عاوز اوكسن زي قلنا في الريسنين كونديشن إنما فيفر مهدي تساوي انكريس تيمبرتش بتشيفتو دي رايت دي كريس بي اتش دي أسيدوزي بتشيفتو دي رايت انكريس دي بي جي بتشيفتو دي رايت إنما إمتى بيشيفتو دي لفت اللي هو اللودينج اللي هو الانكريس دي رايت في الكربومونوكسايد بيجيب الكرب تو دي لفت وعليه تبقى الإجابة الصعيحة هنا الكرب الشيفتو دي لفت في الكرمونوكسايد بي فور بي بي البي هل هي اتيد برسنتج ساتوريشن الهموكروبن تبريشور ففتي مليمترز مرخل لا طبعا هي الهيموغلوم يبقى 50% ساتوريت الوفد النورمال يبقى 27 فدي خطأ مشي الساتوريشن اللي عنده الهيموغلوم هي الساتوريشن 50 عند أنهي بريشن طيب هي تزدد أفينتو الهيموغلوم الأكشن صح طبعا لانهما يزيد الأفينتو الهيموغلوم الأكشن يبقى عوزين بريشن أقل عشان يبقى ساتوريت الـ 50% إنما طبعا في هذه الحالة بالعكس هي لما يقل الـ PCO2 بيقل الـ P50 يبقى دي خطأ إجابة الصحيحة بيقل الـ P50 سؤال الرابعة على حال الموجولوم الأكشن فإنما يقل الـ P50 لكنه يتعب في مدينة أفينتو الهيموغلوم الأكشن من هيموغلوم الأكشن لا هو عنده مدينة أفينتو الهيموغلوم الأكشن من هيموغلوم الأكشن يقل الاجابة الخطأة المطلوبة لكن نكمل يعني ذلك ينفع بشكل كبير طبعي التي تتعامله في عوض الوضوء أنه خلص كبير فإن كان يدخل مواقع حين انفع والتي ينفع بشكل كبير الآجابة الخطأ هو مواقعة باعدة أجل إنه ليس أفينيتي دان هيموغربي هو عنده مور أفينيتي لكن هو سمول ستوريج اوكشن هو بير أساتوريت في الريست شكل ربطانجل هايبر بولا السؤال الخير ريجاردين الاوكشن تشيشن كارفور هيموغربي الاوكشن كنتنت اسفلوت اجنس الاوكشن تانشي وانا لا طبعا اسفلوت اجنس برسنتي تساتوريش شعن هي التي لا تتأثر بالامونت في هيموغربي شياط энергفين اعص 보여وتي بالتشيشن. مش اهلا يتحفى بالحوالة من اوكشن الهابية يساوي تساولي على اليوست يبقى دي الإجابة الصحيحة In acidosis. وعليه الإجابات كالأتي 1 C for cat 2 D for daddy 3 B for baby 4 A for alpha 5 C for cat وانا عارف ان امتحان كان قليل صعب بس قلنا مرنكو عليه كما يحمل الأكسجين في صورتين كذا يحمل ثاني أكسيد الكربون في صورتين فيزيكال يعني مذاب وكيميكال يعني في اتحاد كمال كما يحمل أكسجين والكاربون داكسيد كلاهما يحمل في فيزيكال فورب وهو مذاب وكيميكال فورب في اتحاد كمال لكن نجل الفيزيكال فورب فوقول جملة يعني في مزاح عشان تفتكرها فان كما انه من الحب ما قتل من الكاربون داكسيد ما قتل الكاربون داكسيد الفيزيكال فورم بموت ليه تعال نشوف لان لما الأكسجين الأكسجين بيدوب في المية stays as is فري اكشو موليك بيعد زي ما هو فري اكشو موليك لكن تعال بقى في حالة الكاربون داكسيد لما بيدوب بيدوب في المية بمساعدة انظيم اسمه كاربونيك انهيدريس يدي كارثة كاربونيك اسد اللي يبقى ديستوشيتد لبي كاربونيت وهيدورجي يعني يعني السيوتون مزاب مع ما يدي مساعدة كاربونيك انهيدريس كاربونيك اسد يبقى ديستوشيتد الى باي كاربونيت وهيدورجي يعني هيعمل اسيدورجيس كده قلنا جملة مهمة يا اولاد ان الكاربون داكسيد هو البرائماري ديستوشيتد البي اتش اللي بيحدد البي اتش اللي بيحدد البي اتش يبقى بينما الاكشو المزاب بيقعد زي ما هو فري اكشو موليكلز الكاربون داكسيد اللي بيدوب بيدي كاربونيك اسد اللي بيشيتد لبي كاربونيت وهيدورجي دا بمساعدة نظام مهمة جدا يا اولاد اسمه كاربونيك انهيدريس هذا الكاربونيك انهيدريس الاكتف سايد فيه تعرفي عنه انده من اهم الانزيمات في الجسم والرياكشن دا فري اتش بيحتوي زنك دا سؤال في الباي كيمستري هايسألك عالمركبات اللي فيها زنك سؤال مشهور قوي في الباي هو عت انسى الكاربونيك انهيدريس والزنك هنا هو الاكتف سايد في الكاربونيك انهيدريس أما الزملاء الأصغر سنا فلماذا سميها كربونيك أنهيدريس؟ لأن الكربونيك أنهيدريس يأخذ المية من أي كمباوند يخفيها كربونيك أنهيدريس خلال المية وخلتها تتحد مع سيوتود يديها كربونيك أسر عشان كده سموه أنهيدريس يعني لا ماء لأنه ضد المية أي مية يأخذها من أي كمباوند يحولها الكربونيك أسر يبقى بداية الموضوع غير مشجعة الأكسجين المزاب مثل الأسماك تعتمد على الأكسجين المزاب بينما كاربونيك أسر المزاب كارثة لأنه يجب كربونيك أسد يبقى ديشيتر لهايدروجين وباي كربونيت سيعمل في اليوم في اليوم في اليوم في اليوم عشان كده قلت كما أنه من الحب ما قتل من الكاربون داكسايد ما قتل طبعا نشوف كيف ربنا يخفف من هذه الكارثة ان هذا التفاعل متعكس دي الوحديها لا تسوي شيء اندى اكوليبريام لايس توداليفت يعني ناحية سيوتو عش كده حتى انا السهم اللي رايح توداليفت عمله بلون التخين يبقى اول رحمة الهية ان خلى التفاعل ده متعكس دي الوحديها ما تسويش حاجة لانه متعكس والاكوليبريام يبقى معظم سيوتو هادرش انما هو ريفير سببه والاكوليبريام توداليفت للزمالة الأظهر سنة من كل ألف جزء كاربون داكسايت بسبب ان التفاعل ريفير سبب والاكوليبريام ناحية السيوتو ناحية الليفت فقط احد موليكل يبقى هادرش او عين في الألف يعني ربنا خفف المشكلة الى واحد على ألف من بشاعتها بان جعل التفاعل ريفير سبب والاكوليبريام توداليفت يبقى ما تقولش واحدة وما تكملهاش تقول ريفير سبب والاكوليبريام توداليفت حسنا تعالوا بقى الكيميكال فورمس ستيل الواحد دا اللي ادى هادرشن في الأخر من كل ألف واحد ادى هادرشن جموت فده كانت فكرة الكيميكال فورمس فانا مش جاقره معاكو هولاد فكرة الكيميكال فورمس ان احنا نبفر الكربونيك اسد نبفر الهادرشن الالكاون طب احسن حاجة تعالوا ندور ايه احسن حاجة ممكن ممكن تبفر الاسد ايه ايه انا ا حاجة ايه ايه موضوع جاول طب هل فيه بيز س متاحة عندنا في البلاد اه جوه اي خلية والأربيسيس خلية فيها بوتاسيوم وبره ايه خلية زيه في البلازمة في سوديون يبقى ممكن نشيل هذا الكربونيك اسد في صورة بوتاسيوم بايكاربونيت في الأربيسيز وصوديوم بايكاربونيت في البلازمة يكون هذه أأمن صورة الكاربون داكسايد لأن الكاربون داكسايد خطورته مع الكاربونيك انهيدريج ومساعد الكاربونيك انهيدريج مع المياه يموت فيمكن إزالة هذه الخطورة بأن نعادله بالبوتاسيوم في الاربسيز والسوديوم في البلازمة فلأن هذه الصورة هي الأكثر أماناً وفي أهم سؤال المسكو بيجي متقرر في كل العالم أن الكاربون داكسايد في جسمك وجسمي كانت كاربون داكسايد في الجسم يعني ما يقولك إيه أهم صورة بيحمل عليها الكاربون داكسايد في الجسم؟ لا تقرر السؤال بيكاربون داكسايد لأنها أكثر الصور أماناً إنما الكمال لله رحمن ربنا علمنا أن نستغل كل الإمكانيات أحسن حاجة في معدد الكاربونيك أسد أماناً هو السودوم والبوتاسيوم و بالبوتاسيوم ولكننا نتعلمنا مع بعض يا بيد أن البروتينز في جسمك تشتغل كبفر فهل في بروتينات في الدم ممكن نشيل بها الكاربون داكسايد ونزيل من سومياتي؟ آه فيه في البلازمة بلازمة بروتين وفيه في الاربسيز بروتين اسمه هيموغلب هيموغلب دا بروتين فممكن نشيل جزء آخر من الكاربون داكسايد مع البروتين أي مع الامانو أسد عشان كده سموا المركبات دي كاربامينو كومباونس كاربامينو كومباونس اللي يبتشمل كاربامينو هيموغلبن في الاربسيز وكاربامينو بروتين في البلازمة يبقى تصور بعد الشرح اللي أنا شرحت أولاد انت فهمت ان فكرة الكيميكال فورم هنا بتاع الكاربون داكسايد حاجة واحدة بس توبافر توبافر الكاربونيك أسد من هو أفضل بافر للأسد؟ البيز البوتاسيوم والسوديوم عشان كده كاربون داكسايد في أكسادنا بيحمل كبوتاسيوم بايكاربونيات في الاربسيز والسوديوم بايكاربونيات في البلازمة لكاللي أنت كمال لله وحده علمنا ربنا أن نستغل كل الإمكانيات eni فيها أكسد نهاية الفيدي المصر في الاربسيز كالiszايد فإنه يقوم البروتين في البلازما كيف يعمل ثاني أكسيد الكربون كما يعمل الأكسجين في سورتين كما يعمل ثاني أكسيد الكربون في سورتين لكن كما أنه من الحب ما قتل من أكسجين القطع. عشان كده قلنا انا ربنا خلق الرياء اثاسا مفكر. اتضل كاربون داكسايد. ثم تضل كاربون داكسايد. ثم تضل كاربون داكسايد. كاربون داكسايد خطير جدا. ليه لانه 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 لدوب في الماية بمساعدة الكربونيك أنه يسموه من أهم الإنزيمات في جسمها متاله لكي يوجد زنك وفهمت ليسه مؤنهيدريز لكي يخفر الماء من أي ماء على طول يأخذها تتعب مع السيوتوتل كاربونيك أسر لبيكاربونيت وهيدوشيت فالزملاء الأصغر سنة إيه أهم إزالة لسمية الكاربونيك سايد إن ربنا خلى التفاعلات دي في وهي ترونة إيه حماية والأكليبيم أو إيه الأكليبيم من كل ألف جزء من ما يتنفع إن يكون إيه الأكليبيم أيْ أسرع حماية جزءو أدبع من كل ألف جزء من ما يتنفع في الوحدة أننا نستشعر بفر كبائيكاربونات بوتاسيوم بايكاربونات في الأربيسيز و سوديوم بايكاربونات في البلازمة وربنا أعلمنا أن أستغل كل الإمكانيات بلتشعر بفر سنشر جزء من CO2 ككاربامينو كمباونت ككاربامينو في الأربيسيز و كاربامينو بروتين في البلازمة نأتي للشق الثاني في الموضوع في حاجة اسمها طايدل CO2 و حاجة اسمها توتال CO2 من هو توتال CO2؟ عفظتها العجال هذا سؤال المسكول مهم جد التوتال CO2 هو الأرتيريال CO2 و في كل مئة سنتي أرتيريال بلد فيه 48 ميليليتر 48 سنتي CO2 لن أقول جملة طويلة المخ مالطفاش يا أولاد المذاكرة فن التحصيل فن آخر فأنا لو طالب أحفظها تقولي التوتال CO2 هو الأرتيريال و كميته 48 التوتال هو الأرتيريال و كميته 48 و فوق منها في كل مئة سنتي دم طب نوزعهم ازاي يا أولاد؟ أنا مش فاكر متوزعين ازاي بس فاكر التأسيمة انهم متقسمين 48 3-3-42 فقالي خلاص أنا بقى اوزعها لك أكبر كمية هي 42 لازم تتشال في أكثر الصور أماناً وهي البايكربونيك يبقى خلاص الثلاثة والثلاثة واحدة فيها كاربوبينو كومباونس واحدة فيزيكا هذا سؤال المسكين مهمة جدا يبقى ما هو كميته 84 مليليتر مفهوم تتشال في كل 100 مليليتر بلد توزيعه الزائد 48 حفظناها مع بعض 3-3-42 الصورة الأكبر نضعها في الصورة الأكثر أمانة البيكارمونيك مع بعض الهوال يبقى خلاص ثلاثة 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 الغباوغة نضع المسكين الثلاثة ثلاثة الثلاثة الثلاثة يقوم بها كمية 4 صنط لماذا أفهم؟ فاكرة انا علمتكم كلمة تايد يعني ماد و جزر افهم ليس تايدا لسيو تو الارتيلل في 48 راح للأنسجة الانسجة تديه 4 صندق بقى 52 يروح بهم للنجس يفقدهم يرجع في 48 يأخذ 4 عند التشو ويسيبهم عند اللنج يأخذ 4 عند التشو ويسيبهم هم عند اللنج يبقى فيه 48 يتحط عليهم 4 عند التشو ويتسابوا عند اللنج يتحط عليهم 4 عند التشو ويتسابوا عند اللنج عشان كده عاملة زي ظاهرة الماد والجزر فسموه تايدا لسيو تو يبقى كان مفروض يعرفوا تايدا لسيو تو بايه التايدا لسيو تو هو تايدا لسيو تو هو تايدا لسيو تو تايدا لسيو تو يبقى عاملة زي الماد والجزر هم اكتفوا بكلمة نظام المعد لتحضب بقية الحاجة وصفة الاستواد عن الطبيب فإنما سأمتلك من الأول إجابة تحضب بقية الحاجات المعاتف الأمام الأمام يزيد الـ 52 ويارد الثاني ويجع الـ 48 ويسألني سؤال مهم جدا من أنه الـ 52 فغير الارتيريل فينس فيه ٥٢٥ إنما الغباوة تقول الارتيريل والطايدال فينس هذا طالب حفاظ لا يفهم حياة الارتيريل ٤٨ وزعتها كذلك؟ فأنت بذكاء قلت لي وضعت الارتيريل ٤٢٣ الارتيريل ٤٤ الارتيريل ٢٠ وعشان كده يقولوا الارتيريل ٢٠ ما بيكمله هاش انا فاكر متوزعين ازاي بس مش فاكر مين فيه انا فاكر انهم متوزعين اكبر كمية ٢٦ وبعدين ٤ كده بوصلنا ٣ ١٦ و ١ و ٢ ووزعهم لطلب فاهم اكبر كمية نضعها في الصورة الاكثر اماناً 2.6 نضعها في البيكاربونية وأقل كمية في الصورة الأخطر يبقى الواحد اللي فاضل كرباماني كومتانس يبقى عاوزة مخ الأربعة متوزعين اثنين وستة من عشر ده أكبر رقم أربعة من عشر أصغر رقم يجب ثلاثة و واحد هوزعهم ازاي أكبر كمية وراء الخلق خلق تحط في الصورة الأكثر أمانة باي كاربونية وأقل كمية في الصورة الخطيرة الفيزيكا اللي بتدي كاربونيك اس 0.4 والواحد يبقى كارباماني كومتانس يبقى التوتل أرتين تحط عليه التايدل أربعة فبقى الفينس فيه كام؟ سؤالة هوب يبقى الفينس عبارة أنا كتبها لك هوب التوتل زائد الطايدة اللي ساوي الفينس يبقى 48 زائد أربعة الأرتين أربعة بيروح فيه 48 ياخد أربعة يرجع فيه 52 تمام؟ سؤال صعب لا أحد عمره سيسئل لك في الشافر إنما طلبة كتير قوي أسكاء نفسة لهوني الأول أفهم السؤال هو البلود رايح اللي بتيشه ليه لكي يدينها أكسجين ويشيل منها الكاربون داكسايت صح؟ فالطالب سألني يعني هو رايح ياخد منها الكاربون داكسايت قال ليه طب ليه 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 من الأول من الأول فيه 48 سنتي سيئوتوه ليه ما يروحش فاضي يجيب الأربعة سنتي من التشو ويرجع منهم في الريق ليه يروح فيه 48 سنتي سيئوتوه وهو رايح يشيل أربعة بس واحد من أهم الأسئلة أولاد اللي بحاجة سيسألها لك بس عاوز الناس فهمها أنا قلت أن البريماري ديترمنانت بتاع البي اتش في الدم هو كاربون داكسايت عاوزك تتخيل لو الارتيلة البلد راح فيه سفر ورجع فيه أربعة اهو بالشكل دا يبقى الريشيو ما بين البي اتش بتاعة الفينس فيه أربعة والارتيلة فيه سفر أربعة على سفر يعني حتى لو حسبناها رياضياً يبقى ما لناها يبقى مفيش أي علاقة بالبي اتش بتاع الفينس والارتيلة لكن افهم بقى الحتة الجاي لما يروح الارتيلة البلد فيه 48 ياخد أربعة من التشو يبقى الفينس فيه 52 يبقى نسبة الكاربون داكسايت في الفينس إلى الارتيلة ميش أربعة على سفر اتنين وخمسين على الارتيلة اقسمي 52 على الارتيلة تساوي واحد بوينت او حاجة تساوي واحد و بوينت او حاجة يبقى الفينس بلد والارتيلة البلد الفينس فيه 52 والارتيلة فيه 48 يبقى الريش ورم تقريباً واحد يبقى البي اتش بتاعت الفينس بلد تقريباً زي البي اتش بتاعت الارتيلة بلد او اعلى قليلاً يتعلم من الزملاء ان ليه الارتيلة المراحش فيه مفوش سيوتو خالص ورجع فيها 4 مش هور رايح يجيب سيوتو كان يبقى الارتيلة مفوش والفينس فيها 4 الريش هو بين 4 وزيرو راهيبة كان يبقى فيه اختلاف راهيب بين البي اتش وفينس على البي اتش او 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 ارتيلة والحاتن قضي لكن دي الإجابة للزملاء الاصغر سنة ليه الارتيلة البلد اللي رايح يجيب سيوتو رايح الريدي فيه 48 وهو يجيب اربعة عشان يبقى الارتيلة فيه 48 والفينس 52 يبقى ده لما تقسم ده على ده يبقى تقريباً واحد وحاجة حاجة لا تذكر يبقى البي اتش اول مستواحد زي بعض او الفينس بلد سلايك الاسئلي هذا هو الارتيلة فيه 48 واحد من اهم الاسئلة التي سألتها انه وراء الخلق خلق نعيدها في عجالة ثانية اولاد تالت مرة كما يحمل الاكسريوم في سورتين يحمل ثاني اكسيديك كربون في سورتين فيزيكال موزاق وكيميكال الفيزيكال هو الخطير لان الكاربون داكسيدي مع الماء في وجود الكاربونيك الهدريز بيدي كارثة كاربونيك أسم باي كاربونيتو هادرش فكيف ازال الله هذه السمية انه خلت تفاعل بيدي كاربونيك أسم ويقوم بيدي كاربونيك أسم من كل ألف ألف جزيكاتو واحد بس ادي هادرش ستيل واحد دا خطير فده فكرة الكيميكال فورمس نبافر الكاربونيك أسم فافهم هي مش مجرب كومباونتس مركبات لها معنى احسن حاجة تبافر بها الأسد الباس فعشان كده معظم السيوتو بتشال كباي كاربونيك كبوتاسيوم باي كاربونيت في الاربسيز والسوديوم باي كاربونيت في البلازما لكن ربناك كمان الله واحد تعلمنا ان نستغل كل الامكانيات طب انا عندي بروتين بيشتال كبافر يبقى ليه ما شلش كمان ما استخدمش البروتين تبافر الكاربونيك أسم فجزء بالسيوتو بتشال على الهموغلبين بتاع الاربسيز وده بروتين ككارباماينو هموغلبين وجزء مع البلازما بروتين ككارباماينو بروتين يبقى فكرة الكيميكا الكمباونت ان احنا نبافر الكاربون داكسايت فبديجي الجزء الثاني في الصفحة ايه هو التوتل وايه هو الطايدل سيوتوه الفصال اجيال يلا حفظ معي الطايدل ارتيريل 48 الطايدل تيشو اربعة الطايدل هو اللي موجود في الارتيريل وكبيته 48 الطايدل هو اللي موجود في الارتيريل كميته اربعة يبقى الفيناس فيه كام 48 واربعة يبقى ثلين وخمسين يبقى رائب من الارتيريل وده فيه ثلين وخمسين وده فيه ثلين وخمسين وده اكتر حاجة بسيطة فالبي اتش بتبقى متقاربة فبتوزيعها علمتك اللعبة أنا فاكر الثلين واربعين ثلين واربعين ثلاثة ثلاثة اتنين واربعين يبقى اكتر كمية موجودة بالتربونية الطايدل يبقى اكتر كمية 2.6 كمية ثلاثة واحد ثاني يبقى حط 2.6 بيكر ميت اللي هي اقمن صورة والأو بوينت فور في الفيزيكال فور اللي هي اكثر صورة خطورة يبقى اقل كمية حطها في الفيزيكال ده اخطر حاجة في بوينت فور اكبر كمية في اقمن حاجة والواحد يبقى كربامينو كومباونس ولا تنسى الفيناس 52 وانتو بس اللي يفاهمين يا اولاد السر ليه ربنا خلى الارتيريا الفيسي اوتوه يقارب الفيناس ده 48 وانتو بسي اوتوه وانتو بسي اوتوه وانتو بسي اوتوه فالفيناس فيه 52 لان الكاربون ديكسايد هو البرائماري ديتورنانت في بي اتش عشان يوال بي اتش بتاع الفيناس داد حاجة تتمشى مع الهوميستيس طيب نعيد حاجة هتفيدنا وقلناها المحاضرة المواضية من المسؤول عن الكاربون ديكسايد تنشن الفيزيكال فورم الفيزيكال فورم السغير هو ده اللي يدي التنشن وفاكرين يا اولاد التنشن قلنا الاكسجين في الارتيريا اللي بيبقى 40 بيبقى 100 وفي الفيناس بيبقى 40 الكاربون ديكسايد اللي بالعكس بيبقى عالي في الفيناس التنشن 46 ميليمتر ميركري و40 في الارتيريا لما حفزنا كان فيه رقم مشترك 40 حفزناها مئة مرة بعدها ثانية اوكسجين 40 مية والكاربون ديكسايد 46 حتى نحطط لك رقم 40 في دايرة يبقى 40 مية اوكسجين 46 كاربون ديكسايد ولا تنسى ان الارتيريال زي الالفيراي والفينس زي التشن من المسؤول عن التنشن مش كيميكال فورمز الكتير المسؤول عن الفيزيكال فورمولي لان قلت وبقوله هقولي لان الغازات في الاتحادات الكيميائية لا ضغوط لها غازات في كيميكال فورمز لا تنشن فقط غازات في كيميكال فورمز لا تنشن غازات في كيميكال فورمز الكتير لا تنشن ايه التنشن؟ نحفظنا مع بعض انه من اهم الارقام في المعامل تبقى عارفها ضغط السي او تو ضغط الاوكسجين وقلت كل واحد عنده رقمين رقم 40 مشترك 400 اوكسجين مليمتر ميركل 46 كاربون ديكسايد مليمتر ميركل اما توزيعهم من اوكسجين سهل يا اولاد الاوكسجين اعلى في الارتيريا 100 او 40 فينس السيئوتو اعلى في الارتيريا 46 فينس و40 بتبقى ارتيريا ولا تنسى ان لو سألك ما زال فينس بالظبط ولو سألك الالفيراي تقريبا زال ارتيريا تقريبا قلنا في فرقة تافة يمكن تنشن هذا سؤال مهم جدا اتقل لدرة هذه المحاضرة وهي السيئوتو ترانسبورت أدتيشو اللي يسموها كولورايد شيفت فينامينون او هامبيرجر فينامينون عارف الهامبيرجر اللي بتاكله هنا سموها هامبيرجر فينامينون نسبة الى مكتشفيها وهو اسمه هارتوج جيكوب هامبيرجر هارتوج جيكوب هامبيرجر هارتوج جيكوب هامبيرجر طبعا انتعارف انهم ما بياخدوا اسم العيلة كان اسم العيلة هامبيرجر ده واحد من اهم المواضيع الاول افهم احنا نتكلم عليه لالوقتي كل مئة سنتي ارتيريال بلد بيروحوا فيهم 48 كويس سيئوتو التيشو تديهم اسمعني كويس قوي التايدل سيئوتو قنبلة موقوتة اسمها التايدل سيئوتو وكميتها 4 مليليتر مليليتر تايدل سيئوتو تايدل سيئوتو تايدل سيئوتو يمثل كمبيلة موقوتة لو البلد لا تصرف غض البصر عن هذا التايدل سيئوتو لا تصرف فيه سيدوب في المياه سيدي كربونيك اسد يحصل تايدل سيئوتو يقوم بعمل في المشكلة المشكلة ان حضرتك كل مية سنتي دم يروحوا يسلمهم 4 مليليتر تايدل سيئوتو لو هذا البلد حضرتك والعبد الله لا تصرف في هذا التايدل سيئوتو وهو 4 مليليتر وسببهم نسي القصة سيئوتو في المياه في الدم يده كربونيك اسد يحصل فاقصة الكلورايت شيفت فينامينون أو هامبيربر فينامينون هي قصة التخلص من التايدل سيئوتو هل يحصلون على مدرسة التشو؟ فاقصة التشو من الأول ماهو غيره نحصل على مدرسة التشو سيئوتو يحصل على مدرسة التشو يجب عليها ماهو غيره التشو يأخذ السلطات وتعطي اللاجين تكون التشو نقوم بعمل هذه الأطفال نقولها باسد على التنشن لماذا التنشن تأخذ أكسجن وتعطي كربوداكساين لأن ضغط الأكسجن في الأرطية البلد أعلى في التنشن فقط 40 مئة المئة عند الأرطية البلد والأربعين عند التنشن فالأكسجن يتجه من البلد للتنشن والعكس في CO2 لا تكتب التنشن التنشن في البلد أربعين وعند التنشن 46 فالCO2 يتجه من التنشن يتجه من البلازما تمام؟ عندنا كارثة أربعة سنتي نخلص منهم فالهموغلبين مشكوراً قال يا جماعة يا جماعة أنا شغال نظام شادية قال عشان بليش قلبين ما أقدرش أحبتني أنا لما هسلم بعض في الحديد من الأكسجن لتنشن مقدرة على حمل ثاني سيزيد الكارمون فقدر أخلصكم من سنتي من الأربعة سنتي من الربعة سنتي من الأربع سنتي من الأربعة سنتي من الأربعة سنتي من الأربعة فقال انا ما بسيب جزء من اوكشن بتاعي للتيشو مقدرتي على حمل الكاربومانيوهوموغلبن فهشل لكم واحد من الاربعة الذي يمثل 25 مية في صورة الكاربومانيوهوموغلبن ولكن المفاجأة ان هذا الكاربومانيوهوموغلبن ليست له علاقة بموضوعنا وهو الكلورايتشيفت فينومن بيختص بالجزء الأكبر التاتة اللي فضلين هنعمل فيهم اين؟ وحفظتها لعجال قصة رباعية الأشواط تعالى تابع معايا خطوة خطوة من خطوات الأربعة ومع عشقة مثل عشق الضوار ثلاثة سانتي الثانية من السي اوتو اهو خلص خلصنا من السانتي اللي فهمنا ازاي اللي همقلمين لما ساب اوكشن ادري شيل سانتي من الاربعة ثلاثة سانتي من الكاربون داكسايدول ستيب وان يدوبوا مع المياه بتاعت الارباسيز بمساعدة الكاربونيك انهيدريز يدو كاربونيك اسيد دي ستيب واضح ينهر ابيض حصلت الكارسة في بيتنا اسيد مش اسيد السي اوتو داب مع المياه داكاربونيك اسيد طالب بيسأل سؤال ذاكي، هو ليه السي اوتو يدوب في المياه بتاعت الارباسيز وما دابش في المياه بتاعت البلازما للادي بها فيها تسين فلمية مهائل يعني فيها مياه اكتر من الارباسيز اللي جب اقصادك هو لان الكاربونيك الهيدريز اسيد السؤال الامسكيو مهم جدا موجود فقط فقط في الارباسيز فالCO2 يدوب في المياه بتاعة الاربسيز وما يدوبش في المياه بتاعة البلاسما ايه ده ايه؟ كربونيك اسيد يا الله مرابيها اتحصلت المشكلة في بيتنا كربونيك اسيد الحقني هيعمل فيتالدروفين بي اتش الحقكي ازاي؟ دور معايا على حاجة نعادل بيها هذا الكربونيك اسيد ايه احصل حاجة عادل الكربونيك اسيد؟ البوتاسيوم صدق البيز من هو البيز المتاحة في الاربسيز جوه الخلايا؟ بوتاسيوم دارني البيز موجود فيه؟ طلبات تيه انتعرفش البيز موجود فيه في الاربسيز البيز موجود في الاربسيز ووضح الواحدة والسؤال مهم جدا بيبقى متاحب مع الهيموجلوبين ليه؟ لان قلنا ان اي بروتين في جسمك موجود في وسط الكلين جسمك عدد الجميع الكلين فالبسيوم hisylation في البوتاسيوم متاحب مع الهيموجلوبينيك اسيد فلما يسألك فين البوتاسيوم في الاربسيز بيبقى اي بيز متحدة مع اسد اللي هو الهيمجلوبينيوميك اسد وده very weak اسد فربنا استنى قاعدة جميلة خدناها في ثانية يا ولاد ان تملي الحمض الاقوى اللي هو في حالتنا اللي هو الهيمجلوبينيوميك اسد ينتزع القاعدة البوتاسيوم من الحمض الاضعف اللي هو الهيمجلوبينيوميك اسد ودي قاعدة رائعة لان احنا اللي هيموتنا مش الحمض الضعيف اللي هو هيمجلوبينيوك اسد اللي هيموتنا الحمض الاقوى هو كربونيك اسد فربنا حتى قاعدة قاعدة تحافظ على الحياة ان تملي اي اسد ينتزع القاعدة من الاسد الاضعف منه فانبفر الاسد القوي اللي كان هيدرنا ومش مهم الاسد الاضعف فاللي هيحصل قاعدة الكربونيك اسد هياخد البوتاسيوم وهيدي هيدروجين اللي اللي موجبين فيتحول الكربونيك اسد الى بوتاسيوم باي كربونينت واتكون عوضة عنه حمض ضعيف مش هاقصر اسمه هيمجلوبينيوميك اسد مهم خلصت من الكربونيك اسد الحمد لله الان نتنفذ صعباء الحمد لله تخلصت من الكربونيك اسد هذا النابل بيز المتاحة في الاربي سيز وهي البوتاسيوم اللي كان موجود في اي بيز موجودة مع اسد موجود مع هيمجلوبين لان هيمجلوبين بروتين في الوسط القاعدة بهيفز ازويك اسد هيمجلوبينيك اسد فهي تكون بوتاسيوم باي كربونيت يبقى خلصنا خطوطين ولكن الوقت يمضي لغير صالحنا كل من الوقت بيفوت الانسجة تدي مور كاربونيك اسد يدي مور كاربونيك اسد هنعدله بالبوتاسيوم بتاع الهيمجلوبين اللي هو كميتر محدودة بعد شوية هينضب هيخلص البوتاسيوم بتاع الهيمجلوبين هنفاجئ بان فيه سيوتو جديد كاربونيك اسد جديد مش لقيينه بوتاسيوم فتلفتت الاربي سيز من حولها فلاقيت ان البلازما بتموج ببيز اخر ليه السوديون ففكرت فكرة جميلة جدا ليه ان عادل كل الكاربونيك اسد اللي تكون في الاربي سيز بالبوتاسيوم اللي جوع الاربي سيز وتكتميته محدودة ليه ما نرسلش جزء بره الاربي سيز لنعادله بالسوديوم اللي كميته اكتر بكتير من البوتاسيوم فهذه الخطوة الثالثة فخرج البيكاربونيت بالكونسنتريشان جريديان لانه هو تركيزه عالي في الاربي سيز عن البلازما فخرج بالكونسنتريشان جريديان عشان نعادله بالسوديوم اه بس حصل كاريسه ليه ان لما يخرج البيكاربونيت بره عدد النيجاتيف تشارجز بره هيزيد هيبقى فيه بايكاربونيت نيجاتيف وكلورايد نيجاتيف في مقابل سوديوم واحدة بوصل فلما النيجاتيف بره يزيد باكتر بالكاربونيت ده يمنع خروق كمية اخرى من البايكاربونيت يبقى خروج البايكاربونيت شئ رائع بدل ما بعادله بس بالبوتاسيوم في الاربي سيز اقدر عادله بالسوديوم في البلازما واقول لك معلومة مهمة جدا كمية الكربونيك اسد كمية بين السوديوم تلاتة الى واحد خمسة وسبعين في المائة من الكاربونيك اسد بس في حاجة تعوخ الحكاية دي انه ما بيخفج البيكاربويت عشان يتعادل برا بالسوديوم عدد النيجاتف تشارجز بتزيد فده يمنع خروج نيجاتف تير هنا مقدرش يخرج له تاني بايكاربويت نيجاتف الا اذا اذا ايه تفضل كولورايد مشكورا ودخل جوه الاربسيس يبقى كده النيجاتف تشارجز برا مش هتزيد كل بايكاربويت يخرج نتأخل اصاد واحد كولورايد كل واحد بايكاربويت يخرج ندخل اصاد واحد كولورايد عشان عدد النيجاتف تشارجز برا ما تزيدش فنقدر نستمر في اخراج البيكاربويت والعدل بالسوديوم وهي الكمية الاهم 75% زي ما بنعدله بالكوتاسيوم وهي الكمية الاهمية 25% فبقول الجملة الخطيرة اولاد لولا ان تفضلك كولورايد مشكورا بالدخول هنا هيدخل بالالكتريك الجريديا بقى لان هنا كولورايد محاول كل كولورايد وهي اخفض الكتران يدخل بالالكتريك الجريديا يتشاد بالالكتريك الجريديا انت يحصل لبال Guancheا بالنيجاتف كتيرين يدخل بالالكتريك الجريديا لولا ان كولورايد تفضل مشكورا بالدخول عوضا عن البيكاربويت ما أمكن الاستبرار في إخراج البيكاربونيت وعليه ما أمكن معادلة الكربونيك أسد بالسوديوم وهي الكمية الأهم لو مرضاش الكيلورايد يدخل مكانش ممكن أخرج البيكاربونيت مكانش ممكن عادل البيكاربونيت بالسوديوم وهو الكمية الأهم زي ما بعده من بوتاسيوم 75% من الكربونيك أسد في الجسم يتعادل بالسوديوم 25% في البوتاسيوم ولا انتهت الحياة يعني أنا عاوزك تبص للخطوة دي وتقول لولا ان الكولورايد تفضل مشكورا بالدخول ما أمكن الاستمرار في إخراج البيكاربونيت لأنك العدد النيجاتيب تشارجيس هتزيد بيكاربونيت طب ولو مقدرش أخرج البيكاربونيت مكنش هقدر عادله بالسوديوم وهي الكمية الأهم زي ما بعده من بوتاسيوم وبالتالي كان هيحصل فيتال دروب في البي اتش فعش كده أنا بحيي هامبرجر انه قال ايه هامبرجر انظروا انظروا كيف تحرك الكولورايد لولا ان تفضل الكولورايد بالدخول ما أمكن إخراج البيكاربونيت ما أمكن معادلة الكولورايد وتخيل أبناء الأعزاء ان الحياة وتخيل الحياة متوقفة على دخول الكولورايد عشان كده نستحق ان احنا نسمي العملية باسمه كولورايد شيفت كولورايد شيفت فينومنون واللي اكتشافها قلنا هارتو جيكوب هامبرجر وسماها باسمه هامبرجر فينومنون بس الاسم الأهم كولورايد شيفت فينومنون يعني نشكر الله لانه بسبب ان تفضل الكولورايد مشكورة من الدخول لو لا ان تفضل الكولورايد من الدخول هقولها المرة العشرة ما أمكن إخراج البيكاربونيت ما أمكن استمرار في إخراج البيكاربونيت هتقولي ليه هقولك لان كان عدد النيجاتف تشارجس بره هيزيد لما دخلش كولورايد فكان ده يعوق خروج البيكاربونيت طب كان هيحصل ايه كنت فقط قدرة معادلة كالرونيك اسم بالصوديو ما هو الأهم وهو الأهم خمس سبعين فيما بالصوديو ولا حدث فيتالدروب في البياتش هذه يا أولاد ظاهرة الكولورايد شيفت فينومنون السؤال طالب يسألني طب بايكاربونيت هيخرج والكولورايد يدخل لحد امتى حيث تساوي تعني أوبا ابيض البيكاربونات باللجوبي ؟ لحد ما البيكاربونيت في البياتش في البلازماص علي البايكاربونات والعكس يعني البيكاربُناتو في البلازما على البيطرين تساوي بالكولورايد في البلازما البيكاربونايت على البياتش إنما لو هنا بلازمة على ربسيز يبقى الناحة الثانية تبقى ربسيز على بلازمة أو العكس ده الدونانسيكوليبير قصة الكلورايتشيفت فينومن الأول افهمها كما أنا فهمها كل مئة سانتي أرتيريال بلد بيروحوا الأنسجة فيهم كامية فاكرين الـ Total CO2 كان كام كل مئة أرتيريام يروحوا فيهم 48 الأنسجة تديهم دورينجريست إلى أربعة ربع المشكلة الهيموغرب المشكورا قال انا لما بسيب اوكسجين مقدرت على حمل ثاني اكسيدي الكربون تزيب علشان ما ليش قلبه ما اقدرش احب اثنين لما سيب واحد الاوكسجين هدرشين يشوتوه هاخدلكو سانتي من الاربعة هخلصكو من خمسة وعشرين في البيئة من المشكلة هشيل سانتي ككاربامان كومباروس بس ده الجزء الاصغر الجزء الاكبر هو في موضوع كولورايد شيفت فيناموني اربع خطوات تحفظها صامنة فبالتاتا صوت اللي دخله ستيب واون الكاربون داكسايد مع الميا يدي في مساعدة كاربونيك انهيدريزي دي كاربونيك أسد وعاوزك تتخض يانهر ربع اتكون كاربونيك أسد في بيتنا في الاربسيس فيه أسد هتعمل فيتل دروف في بي اتش والسؤال ليه هيسأله لك الكاربون داكسايد يبتحب مع الميا في الاربسيس لا في بلازما يعني مفيش كاربونيك الهدريز في البلازما مفي كاربونيك الهدريز في الاربسيس معايا ستاب نمبر اول دورني على بيز بسرعة فين البيز المتاحة جوه الخلايا بوتاسيوم للأوائل فين البوتاسيوم المتاحب مع الهيموجليب الهيموجليب في الحمض الأقوى هو كاربونيك أشد سيدعه هيدرغين وانتزع منه البوتاسيوم فيتكون البوتاسيوم بايكربونيك الممكن يموت هو الحمض الأقوى فربنا استنى هذه القاعدة أن الأحماض القوية تنتزع القاعدة بالأحماض الضعيفة يأخذ بوتاسيوم يتحول بوتاسيوم باكاربنيت والتاني يتحول إلى ويك أسد الآن نتنفذ صعداء الحمد لله خلصنا الكربونيك أسد حولناه إلى بوتاسيوم باكاربنيت ولكن الوقت يمضي لغير صالحنا ماذا؟ ستقنع إليها مرة من قاعدة؟ ستقنع أقوى؟ مرة من قاعدة؟ ستقنع أقوى؟ ستقنع أقوى؟ فنظرة الـ RBC على هل أصبح أصدقاتًا؟ أجلت البلازمة تموب السوديوم أخذت أخذت الـ Bicarbonate أخذت بسوديوم كما يعد البلازمة فخارج البيكاربونيت بالكونسنتريشن جريدينت عشان يتعادل بالسوديوم وكميته أهم بيعادل التربع الكاربونيك أسد كما تعادل كوتاسيوم بس في حاجة حصلت غلط ان عدد النيجاتف تشارجز بره هيزيد هيبقى في بايكاربونيتو كلورايت فطب يعني ايه ده هيوقف تدفق البايكاربونيت إلا إذا إلا إذا إلا إذا الخطوة الرابعة تفضل الكورايت مشكورا بالدخول وقد تفضل الكورايت مشكورا بالدخول بالليبتريكا الجريدين يبقى لولا أن تفضل الكورايت مشكورا بالدخول ما أمكن الاستمرار في إخراج البيكاربونيت ما أمكن معادلة الكاربونيك أسد بالسوديوم زي ما منعادله بالفوتاسيوم ولا حدث فيتال بروك في البياتش نشكر الله لأن الحياتنا شوف بالنعمة الله التي لا تحصى متوقفة على قبول دخول الكورايت على أن الأربي سيز دي منفذة للآيونات النيجاتيف وده سؤال MSQ وغير منفذة للآيونات البوستبليا الصوديوم والبوتاسيوم معلومة في المسكو مهمة جدا أن عشان يخرج البيكاربونيت ويدخل عرض عن الكورايت ربنا خلى الأربي سيز تنفذ النيجاتيف لتشارجة أين ولا تنفذ البوستبليتشارجة أين هل يسألك لحد مات يخرج ببيكاربونيت ويدخل عرض عنه 1 كلورايد كل بيكاربونيت يخرج يدخل عرض عنه 1 كلورايد عشان نيجاتيف تشارج مرة لا تنزلش فهنا استمر في إخراج البيكاربونيت فهنا عدله بالصوديوم الأهم من 5% من عدله بوتاسيوم قال لك لحد الدونانس إكوليبرا هل يسألك تقول له لحد ما البيكاربونيت إن بلازمة على البيكاربونيت أربي سيز تساوي كلورايد إن أربي سيز تساوي كلورايد إن بلازمة على البيكاربونيت المهم إن حضرت هنا بلازمة على البيكاربونيت يبقى أنها حد تانية العكس 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 على البيكاربونيت طيب نيجي الريزالتس أوف كلورايد شيفت فينامينون عندي التيشو عملتها في جدوى رائع من سبع لقاط الريزالتس طعم فكر مع بعض الأول هتكلم على الأيونات أنا بتبادل بايكاربونيت مع كلورايد ولا أتبادل الكاتاينز السوديو مبتدس وفيش تبادل عشكيا هم أتنين قانستانت هنا الممبر متاع الأربسيز ما يفوتهم مش ده سؤال المسكو تبادل بايكاربونيت مع كلورايد من التغير في عدد الأيونات كاتب جدا بطريقة جميلة يمكن استنتاج الأذموتيك بريشا الأذموتيك بريشا بيعتمد على عدد الأيونات وعليه يمكن استنتاج الووتر شيفت لأن الووتر هنتقل للحطة اللي في أذموتيك بريشا الأعلى وعليه يمكن استنتاج التغير في حجم الأربسيز اللي هو البي سي في اللي هو الباتسيل دي نمر ست ونمر سبع أيولاد بيئتش حصل في ايه اكشوري ادى يعني غلطتك وغلطة صغيرة خفيفة ان انا قلت ان التلاتة سانتي السي او تو الباقيين هما اللي بيحصل لهم الكولورايد شيفت حقيقة الامر ياولاد لا اتنين وستة من عشرة بس ولسه كنا قيل لها اللي بتشاله كباي كرمينت من التلاتة سانتي الفضلين ربنا تخلص باثنين وستة من عشرة كباي كرمينت وساب اربعة من عشرة في فيزيكال فورد ليه قلناها في الصفحة اللي قبلها كطايدة وعشان اللي هي تمثل كام عشرة مية باعة من عشرة ماربعة هي تمثل عشرة مية عشان كده الفيناس بلاد is slightly acidic compared to the arterial blood slightly acidic لكن حتى دي هجاوبها ليه ربنا ما تخلص المشكلة كاملة ليه ربنا كل شي عند الله مستطاع كان ربنا ممكن يخلي التلاتة سانتيع باكمالهم يتم معادلتهم ليه عدل اتنين وستة من عشرة وسبب اربعة من عشرة من الاربعة يعني عشرة مية زي مهمة فيزيكال فورد خلوا الجينس بلاد is slightly acidic هقولها باتس بعد ما خلص الجدول اوبريرز يا اولاد لقيت معظم الطالبة بتغلط في step number one بس ولا طالب بيغلط في step number one بس ولا طالب بيغلط في step number one بس اقول لك حاجة لو غلط في step number one كل الريزولت سيكون بيغلط كل الريزولت سيكون بيغلط كل الريزولت سيكون بيغلط ان احنا انت في القديل الاربسيز وقديل البلازمة تكتب الاين زاد ال او ثابت فالطالب بيبص نظرة قاصرة لالبيكاربونيت اول حاجة عندنا فبيلقى البيكاربونيت خارج من الاربسيز فانه نفس الطالب يقول نفسه يقول انه يزيد في البلازمة ويقل في الاربسيز مش ههوق السهمي يقول انه خارج من الاربسيزibilidad انه يزيد في البرازمة عند التيشو ويقل في الاربسيز وهذه الإجابة الخطأ عش كده هي اللو انتهى من الأصفر الإجابة الصحيحة أن البيكارمونيب بيزيد في كلايهما في الاربسيز والبلازما طالب قال لي فهمنا إزاي أنا شايف السه خارج من الاربسيز للبلازما لأن حضرتك ببص نظرة قاصرة كلاست بص الموضوع ككل أن نورمالي الاربسيز ما فيهاش بايكارمونية السيوتو ده جاي لها من التشو كانت فضية وجاي لها سيوتو كاربونيك أسب من التشو احتفظ بجزء وقدت جزء للبلازما فحقيقة الأمر البيكارمونيت زاد في كلاهما طالب قال لي مش فاهم انت قلت ايه قلت له تصور وانا عارف انك مش فاهم فتملي بقول مثال طفولي أنا راجل مفلس فسيد سين من الناس تفضل عليها وقداني عشر جنيهات خلاص أنا الاربسيزة داني عشر جنيه أنا لقيت سيد صاد أكثر إفلاسا مني فقديته سبعة جنيه ونص بالعشرة واحتفظت بثنين ونص وهذا اللي عملته الاربسيز قدت خمسة وسبعين في المية للبلازما واحتفظت بثنين ونص من السيوتو يبقى هل في نهاية اليوم أقول إن أنا فلوسي نقصد عشان أنا تصدقت لصاد بسبعة نين ونص من العشر عندهم لسين لا إحدى الاتنين أنا والشخص اللي تصدقت له إحنا اتنين فلوسنا زادت لأن أنا بالأول كنت مفلس كله من خيارات السيد سين سين الداني عشر جنيه أنا احتفظت بثنين ونص ودت سبعة ونص لصاد يبقى إحنا الاتنين فلوسنا زادت مش هقول إن عشان الفلوس انتقلت من جيبي راحت لصاد يبقى فلوسي نقصد يجب يا ليه فلوسي أساسا دي من خيارات التيشو الكاربون داكسايد كله دا جاي نتيشو الاربسيز احتفظت بالرب ودت التلتربع للبلازما أتمنى تبقى الفكرة وضحت إنما تبص نظرة قاطرة على السهم الأخير إن البايكاربونيات خرجت من الاربسيز للبلازما يبقى زادت في البلازما ونقصد في الاربسيز داول ديسترويدا هور ريزالتس بص رسمة من الأولين إن دا كله من خيارات التيشو سي اوتو دا احتفظنا من ربع في الاربسيز حسب الإمكانيات التي تبقى ثلاث تربع ولا أهم الدينالي السودو يبقى زادت في كلاهيما بعد كده ما قابلتش طالف حاتي غلط ولا أتمنى أن يغلط انتوا أكملوا معي الكولورايت بينتقل من البلازما إلى الاربسيز يبقى يزيد في الاربسيز ويقل في البلازما كولورايت طب الكاتينز قلنا سؤال MSQ الممبرم من روائع الخلق والخلق الممبرم بتاع الاربسيز غير منفذ للآيونات الموجبة اللي بتروح للكاثود يبقى دي ثبتة في الابنين وعليه الأزموتك بريشور نعد ذات الأطفال يبقى في الاربسيز بايكارمليت زادت الكولورايت زادت الكاتينز سبت يبقى الأزموتك بريشور ن SEC بايكارمليت وكلورايت ثبتة في الآخر هنا في البلازما البايكارمليت زاد والكلورايت ناقس يدخل أصدقائه كل عين باي كاربونيت يخرج لدخل أصدقائه الكلوريان يصبح ثابت ويصبح ثابت 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 يصبح نتيجة الاسيبوتك بريشور ثابت هنا يصبح اثنين بلاس و واحد ثابت 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 وعليه يبقى عند التيشو يحصل الووتر شيفت من البلازما للأربيسيز فالأول مرة نفهم فحجم الاربيسيز عند التيشو يزيد الاربيسيز ترجع لنا أكبر من التيشو بسبب الووتر شيفت بسبب الكولورايد شيفت في نومنو الهيماتوكريد فاليو أعلى في الفينس عنها في الارتير بلاز الاربيسيز ترجع للكيشو بحجب أكبر بسبب الزيادة في الووتر شيفت أدت لزيادة في الحجم الاربيسيز واحد من أشعر أسئلة أما البي اتش مفتوك كم ده عملناه ليه؟ للحفاظ على البي اتش كونستان حقيقة الأمر ان الكلورايد شيفت ما خلص اتناش بالتاتا لفضلين لقد قلنا الهيموجلمين خلصت من ربع المشكلة التلاتة لفضلين تخلصت من الكلورايد شيفت خلصت من 2.6 وستيل فيه 4 من 10 موجودة في فيزيكال فورب بتخلي الفيناس بلد سلايك الاسيديك وده برده هجاوب السؤال لزمالاء الأصغر سننا وكثير منهم مش عارفين الإجابة إن كل شيء عند الله مستطاع كان ربنا ممكن الكلورايد شيفت تخلصنا متاتا كاملين ليه ربنا 7% من سي اوتو مزابين في في فيزيكال فورب الإجابة للأوائل تنقصب إلى شقائل إن السي اوتو في الفيزيكال فورب إذا السي اوتو في الفيزيكال فورب خدنا البورز إفكت هو اللي بيقل الأفينيتي في هيموجلوبين تو اوكشن يخلي الهيموجلوبين يسيب مور أوكشن يبقى البورز إفكت كان التأثير مين؟ تأثير الكاربون داكسايد المزاب ناتج من الكاربون داكسايد المزاب هذا البورز إفكت يبقى السيء العشرة في المية اللي تسابه من السي اوتو دول في صورة كاربونيك أسد هيدرون اين دول اللي بيخله الهيموجلوب ينسيب مور أوكشن توداتيشو تانية أهم لما نسيب عشرة في المية من السي اوتو مزابين مزابين يبقى الفيزيكال فورم في الفيناس بلود هيبقى أعلى من الأرتيري وعليه التنشن في الفيناس بلود بتاعت السي اوتو تبقى أعلى ستة واربعين لما نسيب عشرة في المية من السي اوتو في الفيناس بلود معدلنا همش مزابين يبقى كاربونيك أسد يبقى تنشن يبقى الضغط في الفيناس بلود هيبقى بتاعت السي اوتو ستة واربعين فلما يروحوا للالفيولاي وتنشن هناك أربعين يتاجه الكاربونيك أسد من الأعلى الأقل من الفيناس بلود فنتخلص من السي اوتو لكن لو قلنا ربنا عادل كل السي اوتو مفيش سي اوتو فيزيكال كان يبقى الفيناس عنده نفس كمية الفيزيكال نفس التنشن بتاع الارتير بلاد والالفيولاي يبقى ما يروح البلاد للالفيولاي الضغط ده زي ده يبقى ما يحصلش انتقال السي اوتو من الفيناس بلاد للالفيولاي ونتخلص منه هذا لماذا وأنا بقى أثبت في كل محاضراتي أنه وراء خلق خالق لاني فكرت في كل حاجة هو ربنا ما كانش ممكن يعادل المئة في المئة ان الهموجلب ان شالت واحد من الاربعة والكلورايد شيفت كاتشيل تاتا والكلورايد شيفت ما شالتش تلاتة شالت 2.6 وثابت اربعة من عشرة من السي اوتو اس 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 سي اوتو مزاد انتقال ان السي اوتو يتسابده بورز افكت هو ده يجلق قابلية المؤلمة يتقل الاخنين ان السي اوتو مزاد اجعل تنشن في الارتيلة فلما الفينس باد يرجع لللنك يبقى التنشف فيه 46 بينما في الالفيولاي 40 يبقى السيوتو يتجه من الفينس باد للالفيولاي الى الخارج هذه الكلام كل حاجة جاوبناها ليه؟ جاوبتلكم مالا وما حاجة هيجاوبهولكم ابدا ليه من الاول الارتية باد راح فيه 48 سنتي سيوتوه وراح ياخد اربعة طيضا فلما تقسم فيه 52 وارتية 48 تبقى واحد وحاجة تقريبا البي اتش زا بقت حاجة مع الهيموستيس ليه ربنا ما تخلص من كل سيوتو جاوبتها برده؟ وهي هو الرهالة التانية هاain تقسيمه هي التوتال أرتيج الى 48 متوزعين ماذا هذا وليس موضوعنا اليوقت التاتا تاتا 2.48ت للتسكرة الموضوعنا الهام الموضوع التذكري الموضوع التذكري الموضوع التذكري الموضوع التذكري تلات المشكلة بالضوء الذي يجب مائتيش أربعة الهيموغلم انظر من 1 ثلاث الكلورايد شيفت البيكاربونات من 2.6 موضوع و بالحضر لأنه 10.4 موجودة في فزيكا 4. هذا يجعل الهيموغلم يصيب الأكشل الأنسجة وهي تزود التنشم في الفينس بلاد فعندما يذهب إلى البيناس بلاد للألفيلاي فإن تنشره أعلى نخلص من CO2 من البيناس بلاد للألفيلاي إلى الخارج هذا إجابة السؤال يبدأ الكولورايد شيفت فنومن أتيشو هذا الرئيسال السبعة بطريقة رائعة جدوى رائعة الأول ثلاثة الأيونات البيكاربونيت لا نتبادل مع الكولورايد ولا نتبادل الكاتينز لا ينفذ الكاتينز لا ينفذ الكاتينز من عدل أينز تستطيع التصور وعليه الواتر شيفت وعليه حجم البيكاربونيت وفي الآخر نمنا 7 البيكاربونيت البيكاربونيت لأن البيكاربونيت 17% في الفيزيكا ما الذي سوف تدخل كل الحكاية؟ البيكاربونيت لو نظرت نظرة غبية البيكاربونيت حيث أن البيكاربونيت اتنقل من الأربيسيز إلى البلازمة يبقى نفسك تقول أنه ذات في البلازمة وأقل في الأربيسيز لا تبص للرسمة كاملة أن البيكاربونيت لما راحب لم يكن فيها سيئته من خيارات تيشو أبقت الربع على قد البوتاسيوم والأهم من التالتربع خرجته يتعادل بالصد فالبيكاربونيت زاد في كلايينة بعد ذلك لم ترى طالب غلط الكولورايد هنا يزيد وهنا يقل الكاتين ثابتة في الاثنين لما تأخذ محصلة يبقى البيكاربونيت الزاد في البيكاربونيت ثابت في البلازمة يبقى لما تنتقل من البلازمة للبيكاربونيت فينس بسبب الووتر شيفت بسبب الكولورايد شيفت فينومنون والفينس باد سلايكي أسيديك السؤال ده يأتي بصورة أخرى بدل ما يجب لك الكولورايد شيفت فينومنون أدتيشو وهو السؤال الأشهر يجبها لك أدى لانتس أنا اتعودت في كل محاضراتي أن أقول بص يا أولاد دي هومورك عاوزك تعمله أنا عاوز طالب أزكي أنت تحفظ كويس قوي اللي عند التيشو عند التيشو تحفظ عند اللاند افرق جالك سؤال عند اللاند كل هذه التفاعليات يا أولاد ريفيرسابول كل التفاعليات اللي انتو شايفينها دي ريفيرسابول مرتجعة يحصل لعكس تماما وأنا هديك الكي وجربوا بعد المحاضرة عملها أنت احفظ التيشو ولو جاتلك نتصور من ده امتحان جاتلك في الامتحان جاءوا بالتيشو بالرصاص حلق؟ وبعدين اعكس ثلاث حاجات قديني قلتهم لو كتبت بدل التيشو هنا لاند يبقى التنشن هتتعكس نمر واحد اللاند هيبقى سيوتو عندها 40 بالعكس والفيناسباد عندها 46 والاكشن بالعكس اللاند هيبقى عندها 140 أول حاجة تعكسها التنشن وعليه تعكس الرقوس الأسهم ما في بعض الجماعات يحاول لخبط طالب يجبهاره عند اللانج وما نعمل اللي هتعمله النهاردة هروح مجاوبها في ورقة وداية دي كده بالرصاص وبعدين اعكس ثلاث حاجات كاتب هم لك انا حتى مين اللي تعكسه بالثلاث عمر تعكس مكتوبين قصادك التنشين وعليه الاسهم الأرض وعليه الارض هذا التنشين يعني بدل فبقى هنا 40-46 هتبقى بالعكس 46 هنا و40 هنا وهدولة حاجات الارض كل الاسهم كل اللي تعمله تأخذ آص السهام انقومونا الناحية التاني لان كل التفاعلات تريدqui분 والرزالت تجعل الزائد ناقس والناقس زائد واليساوي زي ما هو هتلاقي السؤال تجاوب بحلاوة خلاص نعطيها حلاوة ستعكس كم حاجة ثلاثة نقوله مع بعض وعليه لما تعكس تنشن تتعقل الاسهم راس سهب تقليب الناحة الثانية وعليه الزائد ناقس والناقس زائد واليساوي تسيبه زي ما هو وكل قوعة تنسى تكتب هنا عن التيشو نيجي بقى الغباوة اللي عمنا ساعات بعض الطلبة صور اول حاجة قلتها ان عند التيشو سألت سؤال طفولي لانك لو كتبت سؤال عن التيشو ستاخد سفر مع انك كتبت كل حاجة مزبوط ابسط حاجة تسأل روحك ماذا يحدث عن التيشو السؤال الطفولي تتشو بتدي سؤال طفولي وتاخد سؤال بلما لو كان السؤال عند اللونج العكس اللونج بتدي أكسجين وتاخد سؤال طفولي لو جوابت سؤال وقلت لها ربي لقد اضطت ده مطرح ده لتأكد انك مشيت في الاتجاه الصح تسأل روحك السؤال الطفولي هو أجاب لي تيشو ماذا يحدث عن التيشو وقلت على رسمتي أجاب لي تيشو وتددي سؤال طفولي ولكن بالعكس تددي أكسجين وتاخد سؤال طفولي يبدأ الكلوريد شيفت فنومنون سنتي من الأربعة تولاه اليموغل من الأنم مباسيب بعد رشيل سؤال طفولي خلصكم من ربع المشكلة سنتي من الأربعة الكلوريد شيفت اثنين وستة من عشر مشتنات ستيل في أربعة من عشر في الخطوات الأربعة تكون كربونيك أسد نعذب البوتاسيوم خطوة ثانية خلص البوتاسيوم نخرج البوتاسيوم للتعادل بالسروريوم خطوة ثالثة يزيد الخطوة الأخيرة والأهم يدخل الكلوريد لا تنسى الموجودة سوف تحضر أين تجرى أين الكلوريد ثانية ثلانية أضح ثلاثة أين تلتبذن يقوض من عدد أين يمكنه ثلاثة أين تعرف منهم كمان ثلاثة ستة ثم البي اتش اني سيبنا عشرة في المئة جاء لك السؤال كيشو قدين قلت لك وعمري ما شرحت اللونج اعملها بنفسه كنت تبديها لهم في المحاضرات هومورك اكتبها بالرصاص واعكس أتنشا نمر واحد الأسهم نمر اثنين ريزولتس نمر ثلاثة صفحة المحاضرة الأخيرة في هذه المحاضرة والأسهم ما لهاش أي قيبة عمرها ما بتيجي فكرتها بس انها بتشرح الهلدين افاكت بص فيه تلك كربات قصادك هنا الاول في اي كيرب علمتك ايه جملة رقم واحد تذكرني بها تقولي بنمثل ايه على الرأسي وايه على الافقي اي كيرب خلاص احنا بعد الاخر بنحفظ بعض بقالي لها طريقة فهنا بمثل ال CO2 في مواجهة ما تلخبطش في الاوكشن ديشيشان كيرب ما تلخبط لك سؤال كنا بنحط ال percent saturation against pressure باوكشن هنا ما بنحطش percent saturation بنحط CO2 content هناك ما كناش بنحط اوكشن content وقالتها ليه بقى ارجع مواجهة ومش عاوز عبط ايه وعا تكتب لي percent saturation percent saturation ديشيشن دي نسبة تشبه وبقى يهموكولمين بالاوكشن هو هنا يا بني آدم يحمل السيء بني آدم الكاربون ديكسطايد يحمل أساسا على الهيموجبون يحمل اساسا على الهيموجبون ويكون كباي كربونات يبقى percent saturation ما الذي سوف تضعه هنا هنا نضع CO2 content في مواجهة CO2 لان CO2 لا يحمل أساسا على الهيموجبون إنما يحمل أساسا كباي كربونات في تلك كربات هنا كارد فور كومبليت ريديوز بلاط باللون الأزرق حاجة ليس موجودة في الجسم في نسبة التشبه اللي هموك اللي بنزيله بنعملها كما عليك شرس أنا أقول لك جهاز التونومتر اللي كلمتك عليه اللي بنحط فيه شوية دم بنحطه في يعني اوكشن فري جاس نحط الهواء بوجوده اوكشن خالص فهيبقى البلاك كمبليت ريديوز ووضع مش في الجسم خلاص وده الكيرب الأخمر بتاع الاكسجينات بلاط اللي هو الهيموك اللي هو 27 في المئة مشابه والكيرب السغر اللي في النص ده بتاع البيناس بلاط اللي هو 70 في المئة مشابه دوري انجريست سابنتي برسنت ساتوريت حتى نقص فيه الكلمة برسنت يلاحظ ايه في هذا الكيرب؟ مش مكتوب في معلم كتبه كلمة لكن انا بقولها عشان تفهم يلاحظ في الثلاث كربات دولي عندي كيرب كمبليت ريديوز بلاط كيرب اللي هو نسبة التشبه على مقلب من 0% دي مش موجودة بحاجة تموت لو نزل التشبه على مقلب عن 50% ده حاجة في التونومتر برا نجيب الدم في التونومتر ونحطه في وصف لا يوجد اوكشن فيبقى البلاط كمبليت ريديوز وده بنخلي ضغط الاوكشن 100 فيبقى البلاط يبقى البلاط 27 في المئة مشابه دوري وبعد تالت تجربه نجيب التونومتر ونحط فيه ضغط الاوكسجن نخليه 40 فيبقى البلاط الهيموجلوبين 70 في المئة ساتوريت يبقى عندي تاك كرمات ايه اللي تلاحظوا؟ لاحظة الاتية ملحوظتين بس اول ملحوظة منطقية ان كلما زاد السي او تو تنشن على المحوى الافقي زاد السي او تو كونتنت على المحوى الرأسي وده منطقية كلما ضغط السي او تو بيزيد بيزيد المحتوى من السي او تو النقطة الاهم هي الاهم بقى التانية اسف وها شادية كلما كان البلاط اكثر حملة للاوكشن كان اقل حملة للسي او تو والعكس بالعكس كلما كان البلاط مش شايل اوكشن يبقى شايل سي او تو اكتر وعش كده اعلى كارف في سي او تو امين بتاع الكمبليت ريديوز بلاط اعلى كارف اعلى التلاتة كارفات دول هو اللي ما فيوش اوكشن خالص هو اكثر ومحتواء للسي او تو اللي هو ده الهالدين افكت واكتر واحد مشبع بالاوكشن هو القرطية بلاط اقلهم احتواء للسي او تو وفي النص الفينس يبقى ثالي بتمثل ايه اجنس ايه ما بيجيش السؤال ده ما بيجيش خالص بس بقوله عشان تبقى فاهم بنمثل السي او تو كونتنت عن راسي في مواجهة البرشار او السي او تو تنشان عن افكت وكم كيرف تلاتة واحد للارتيري واحد للفينس اللي في النص وواحد الكمبليت ريديوز اللي بنلاحظه حاجتين كله في التلات كيرفات لما تزود التنشان التلاتة بيزيد فيهم كونتنت بيطلع الفوق منطقية المرحوظة الاهم ان مين اعلى كيرفة فيهم اللي هو مفوش اوكشن خالص واكثروا محتواء للسي او تو الكمبليت ريديوزد ومين اقلوا محتواء للسي او تو الكمبليت الاوكسجينية كنت سوى ما يفوض نص الفينس لانهو ده فكرة الهلدين افكت ايه الارقام اللي هتكتبه هنا عارفين حافظهم من قبل كده فاكرة تنشان و سي او تو اربعين ستة واربعين اربعين ارتيريال و ستة واربعين فينس طب الكنتنت لسه التوتل ارتيريال فيه 48 الارتيريال فيه 48 سنتي سي او تو كل مئة سنتي فيه 48 طب ياخد اربعة تايدل يبقى الفينس فيه 52 يبقى العديد و الريدي قولنا نحن مش Rudy جديدة제를 على زكى كما يختلف اناه خلاص يكون ويسر و見سر و summit واضح الوضع ال total 648. يوضع الأنسجة أخفض أربعةеры والت刊ج Vander, يبقى الفينس في كام توتال زائد طايدل تمانين واربعين واربعين يبقى ثلاثين وخمسين تعال بقى نشوف هنكبر الحتة دي تحت اللي هو البورشن يعني جزء من السيوتوتوشيشن كيرف اللي هو الداش لاين اللي هو مشرط ده ربريزنتس الهلدين افكت انه النقطة دي بتمثل الفينس بلد كنت احب الاثرة الامريكاني كتبها فيه والنقطة دي الارتيلل تكتبها ايه مش عارف ليه خطار اي بي لحتى تلخبط يعني الفينس بلد ايه والارتيلل بلد بي كان كتبها ايه ارتيلل تحت وفوق فينس ما عليك مش هيا ديه فكرة فنفس الفكرة هنا التنشن 4046 4046 40 في الارتيلل و 46 في الفينس والكونتينت هنا الارتيلل فيه 48 قلنا التوتال الارتيلل يأخذ اربعة من التيشتر ويبقى يرجع فيه الـ 48 واربعة الـ 52 وده الهلدين افكت انا عزبا قالت ايه هو قصة الهلدين افكت وقصة البورز هي سهلة جدا ومفهومة جدا وحب اقولها لك اولاد فيه عجالة يفرق بينهم ان البورز افكت بيقول الاتي ان في البور تبتدي بالCO2 ان البورز يقلل افينته في هيموجلوب انه اوكشن هذا البورز افكت يعني لما يظهر الانسجة يتحد مع الهيموجلوب انه افكت يبقى البورز تبتدي في البورز في البورز تبتدي بالـ C الهلدين العكس الهلدين ان العكس الاخسجن يقلل بيخلي الهيموجلوب انه يسيب كاربون دايكسايت اوه في الارتية البلد عندما يبقى عندنا في الارتية البلد مشابه بالاكشن افكتر تلقي اقل حملة الـ CO2 48 بدل 52 يبقى الهلدين هي تأثير الـ CO2 تبتدي بالاكشن تبتدي بالاكشن تبتدي بالاكشن تبتدي بالاكشن في في المكان الذي يحمل فيها الأوكشن والكارموداكسايد هذا في مكان وده في مكان الأوكشن على الحديب الكارموداكسايد على الـ NH2 مفروب لا يوجد علاقة لا يوجد علاقة من رواقع الخلق والخلق ربنا يجعل الهيموجلبين بأسلوب في مزاع لكي لا تنسوه لكي لا يوجد قلبين لا يمكن أن أحب اثنين كلما كان الهيموجلبين أكثر حملا للأوكشن كان أقل مقدرة على حمل CO2 هذا الهلدين والعكس كلما كان أكثر حملا للـ CO2 كان أقل مقدرة على حمل الأوكشن يبقى هم حاجة واحدة ما هو الأوكشن يأتي بCO2 ما هو الأوكشن الطلبة تلخبط البورز مع الهلدين فأنا قلتها لك بطريقة لا تنسى الـ B وراها حرف C فإنما يقول لك قول البورز أقولي الـ CO2 بيقلل البايندين وعكسها لها الدين أقول الأوكشن بيقلل البايندين في مقدرة يقلل المزدين ويقلل المزدين ويقلل البورز فأناها يتكلم لتنسى أاي الآخر يبقى احنا خلصنا بكده. CO2 ما بيجيش اولاد. ده سؤال نظري مهم. سؤال غير مهم والسف. قمته بس في القصة. يعني يقولون في عجالة. في كل كيرف نتعلي بلاد حتى لكله. ونضع أسس للمذاكره. اما يجيلي كيرف ايه اول جملة اقولها. اما تقعد في برنامج في تلفزيون. وهتشرح كيرف جنحنة للمشاهدين. لا يسألهم انتم تمثل ايه على الرأسي وتمثل ايه على افكي. في الاوكشن كيرف كنت محطت البرسنتد ساتوريشن. كنت محطت البرسنتد ساتوريشن. لان معظم الاوكشن على مش معظم. كل الاوكشن كيميكا علي موجب. في موضوع الاوكشن تنشن. انما هنا السي او تو ما بيتشالش على مجلب الاساسا. اساسا كباي كاربونيت اهم سؤال. اقمن صورة. السي او تو كاربونيك اسد كباي كاربونيت. يبقى برسنت استرشن ايه. فبنحط السي او تو كونتنت كونتنت كونتنت. اجانست سي او تو تنشن. طبعا كده تلاحظ ايه في الكيرف؟ حاجتين. ملحوظة. اطفال كلما زادت تنشن على المحوار الافقي. زادت كونتنت على المحوار الراس. كلما زادت تنشن. البلاد يشيل اكتر سي او تو. ملحوظة الاهم. ان اكتر دم بيحمل سي و تو هو المشاء الاوكشن خالص. ملحوظة الاوكشن خالص. اللي هو ملحوظة نسبة التشبه اللي مجرد من سفر. و قلت لك بيحملوها ازاي في التونومتر. اوكشن فري. اير هو التونومتر. فيش في اوكشن خالص. لكن بالعكس الارتيرل بلاد لسابعة سي او مية مشابه. اقلوهم حاملا لي. سي او تو. ويجي ما بينهم الفيناس بلاد. دفن النقط قلناها ميك مرة النهاردة. اربعين مية اوكشن. ده مش موضوعنا الوقت. اربعين ستة واربعين. ده تنشة متاع السي او تو. او متاح. اربعين ارتيرل و ستة واربعين في فينس. طب وقلنا التوتال سي او تو. هو الارتيرل سي او تو. مليون مرة. فاكر توزيعاته من التمانية واربعين كانوا مين؟ تلاتة تلاتة اتنين واربعين. اتنين واربعين بايكاربونيت. يروح للانسجة تتديره مصيبة. قم بلا موقوطة. يبقى فيه اتنين وخمسين. كبرنا الحتة اللي تحتها. عشان نشرح لك ايه هو الهلدين الفت. يمثلوا الخط المعرك. ان الفينس بلد. اللي هو ايه هنا. اللي هو فيه اوكشن اقل بيحمل سي اوتو اكتر. والارتيرل بلد اللي هو بي. بيحمل سي اوتو اقل. هنا اتنين وخمسين وهنا اتنين واربعين. وهد الاعداد اربعين ستة اربعين. ده اللي هو الهلدين الفت. اما رخص البورز والهلدين وهو واحد من اهم الاسئلة. وورد وايد فيه شافوي. بالبلدي بطريقة شادية. عشان مليش قلبين مقدارش احب اتنين. برغم يا ولاب بقولها تاني. ان الاكسجن. والكارموداكسايد. بيحمل على نقطتين مختلفتين في الاموغلب. الاكسجن على الحديد. والكارموداكسايد على الان اتشتو. ورغم ذلك حاجة غريبة جدا. عندها في حتة وده في حتة. لو المجلب ان شال اوكشن كتير يسيب CO2. لو شال CO2 كتير يسيب اوكشن. وده من رواع الخلق افهم ليه. لان عند اللانج. الان سيجري في ح stuck 어كشن. فهي اضطر في حتة وده سيجري من الاموغلبة. وده المطلوب عند اللانج. أن نأخذ اوكشن هسيب CO2. تكي عندي التشر العكس. المطلوب يأخذ CO2 من التشر. طب التشر عاوز اي امون في مقابل. فالTAش اوكشن الاموغلبات يأخذ المجلب يسيب اوكشن. شوف العظمة وراء الخلق خالق. عند اللانج, البلاد سيأخذ اوكشن. فلما الهيموجل بناخد اوكشن يروح قامل سيوتو وهو المطلوب عند اللامن ياخد اوكشن يروح قامل سيوتو الهيموجل بناخد سيوتو اللي بتديه سيوتو فيروح قاملها اوكشن ايه العظمة دي؟ بتلخبطوها بقى مين يقلل مين؟ حفظتها لأجيال هنا وهناك في نورس امريكا قلت لهم حرف البي مع السيب تقول البورز دا بي يبقى تبتدي بالسيب البورز يبقى السيوتو بايندين يقلل هيموجل بن افينيتي تو اوكشن معكسها في الهلدين يبقى السيوتو بايندين يقلل هيموجل بن افينيتي تو سيوتو ايه العكس في الهلدين وفي عجالة اني خلصت في خمس داعي كده يقلل المشيطات في خمس داعي كده ايه العكس في خمس داعي كده ايه العكس في خمس داعي كده قصة قمبلة الموقوتة ان كل مئة سنتي مئة سنتي ارتير بلاط بيروحه تجدهم قمبلة موقوتة مميتة اسمها تايدل سيوتو تايدل جيبه بايندين يتخذوا عن تيشو يتسابوا عند اللونج يتحطوا في التيشو ويتشالوا عند اللونج زي ظاهرة الطايد المادة والجذب بسبب جذبية الامر اتكلمنا عليها لا خاصة في كلمتين اتكلمنا هيموغلبين مشكورا لما يسيب اوكشن مقدرته على حمل ثانية وقصد الكربون بالزيج سنتيك كاربومانو كومتاونس ادئم المشكلة ستجدك في الامس كيو ربع المشكلة 25% ستيل فاضل خمسة بين في المئة نحن نخلص من خمسة وستين ستيل في عشرة في مئة اربعة من عشرة نسيبهم في الفيزيكا اربع خطوات سهلين جدا اول خطوة الكارثة ان السي او تو بقيت السي او تو دوب في الماء اسمعنا في الاربسيس عشان هي اللي فيها كاربونيك الهدريس تجدي كاربونيك اسد حتى انتها في مزاح في بيتنا اسد مش اسد كاربونيك عيان هارس و هموت ادوار على ايه اخلص من هذا الاسد تحلص من الماء نحن من البيز المتاح في الاربسيس من الماثل الماء ذلك الهيموغلومين لان الهيموغلومين كبروتين يشتغل من الالكريم حمض الماء ينزع القادمة من حمض الهيموغلومينك اسد يكون بايكاربونيت تنفيذ الصعباء الحمد لله لكن من الوقت يجب لي غير صالحنا أن كل شوية فيه سيروتو جديد كاربونيك أسر جديد بايكاربونيت تنفيذ الصعباء الحمد لله لو نخرك بايكاربونيت يتعدل السوديوم برا والسوديوم برا يقدر يعادل ثلاثة ربع كمية بالربع فخرجنا البايكاربونيت لكي يتعدل السوديوم بايكاربونيت تنفيذ الصعباء بايكاربونيت تنفيذ الصعباء لأن عدد نيجا تزيد إلا إذا تفضل كاربونيت مشكورا بالدخول وقد تفضل كاربونيت مشكورا بالدخول وقالنا بالعكس ولولا أن تفضل كاربونيت مشكورا بالدخول ما أمكن الاستمرار في إخراج البايكاربونيت لأن كان عدد النيجا تزيد فده يعوق خروج البايكاربونيت فقدت أهو فاجأ بكاربونيك أسد مش قادر عادله لأن خلصت متأسه كان حصل فيتال دروب في البي اتش وانقضت الحياة يبقى حياتك عاوزك تحب تبص الكولورايد تقول الحمد لله يا رب شكرا أن خلية الكولورايد يتفضل للدخول من قطر ما همبرجر فاهم أهمية الخطوة دي في حياة البشر سمى العملية باسمها كولورايد شيفت فينومنون انظروا كيف تحرك كولورايد لأولى ان تحرك الكولورايد لم أقم الاستمرار في إخراج البايكاربونيت لم أقم معدلة الكربونيك أسد بالصولي مقابعة لها بالموتاسيوم كان يحصل فيتال دروب في البي اتش طب إلى أي مادة يقعد يخرج البايكاربونيت ويدخل الكولورايد لحد ما يسمى دونانس إكوليبرا لحد ما البايكاربونيت في البلازما على الأربي سيز تعمل الكولورايد بالعكس في الأربي سيز على البلازما نجي الريزولتس قلت لكم طريقة رائعة جدوى الرائع سبعة تأخذ أول ثلاثة أينز بنتبادل بايكاربونيت مع كتاينز ولا نتبادل مع الكولورايد أسف بايكاربونيت مع كلورايد ولا نتبادل الكتاينز وده سؤال مسكيو الاربي سيز ممبرين بيفوت الناجاتيب بيفوت الناجاتيب ما بيفوتش الباستيبل من عدد الآيونات تأخذ اللي بعدهم دول ثلاثة أحب النظام قوي والتحصيل دول ثلاثة أعرف الإنزميتيب وعليه أعرف الوتل شيفت وعليه أعرف الاربيس الحاجمية حصل له ثم الوطل سبعة الوحدة لأننا لم نخلصناش من مئة في المئة المشكلة في أربعة من عشرة من أربعة من أربعة يعني عشرة في المئة أعلم أساب نفسها فين الغلطة في أول واحدة؟ إن الطالب القابلة يبص للسهم الأقير يقض من الآخر يقول دخلت كده هنا زاد وهنا قال لا يا باب عندما راح تأتيشه لم يكن فيها بايكر مريد ده كله من خيالات تأتيشه أبقت اللي تقدر عليه ودت الباقي الأربيسيز في نهاية اليوم زاد بايكر مريد في كريمة السفل الاين باعconf marrying ile الم write nonlium ف psi져ت من زاد ذات الحالة إذ ونروح البيلت ثابت ه نضع البيلت الأناف المترجم في الباقي تزاد العديد ونقس في لذها الحالة للأوضع قد تنقل البيلت تحضر ثسبت وسو كذا نضع الم traz والبسيز مات mac الحالة للذا Guardian الطقيم NATO بسبب الووترشفت بسبب الكلوريتشفت فينومن وسبب عشرة في مية في سورة سيوتو انتو بس اللي فهمين ليه سؤالين من اخطر اسئلة لان هذا السيوتو في الفيزيكال فورم هو اللي بيمسك معلهم مقلب ان يخليه سيب الاكسجين للانسجة هنا لاحقا يظهر Sahaja. هل seeks كدى؟ السيوتو نوبين الى الحرب هنا تغشير داته منابع الانسجة لكورد ما الى ح role مع سيوتو في و floodedى حبح مأختاً من هو خل intens assist وفي سيوتو في البيناس أعلى من الألبينار ثم قلنا الهالدين والبورس تنساهم في عجالة قلنا إنه الهيموجلمين شغال نظام شادع عشان ما ليش قلبي ما قدرش أحب اثنين برغم هي للمرة الأخيرة إن الأكشن بيحمل على الاير والسيوتو على الهيموجلمين مفيش مزحمة لكن الهيموجلم لو شغل واحد يسيب الثاني وهذا من رائع الخلق فالبورس قلنا عشان ما يطلخبطه ش تعمليه لأنه ما نفس الفكرة يعني أي واحد ممكن يطلخبط فيهم فأنا عملت لها طريقة حتى لنفسي لنفسي لما يقول يقول الهيموجلمين أبتدي بالCO2 لما يمسك في الهيموجلمين يقلل الهالدين بالعكس الأكشن عندما يمسك في الهيموجلم يقلل مقدرته على حمل لن تنسى الأرقام مهمة جدا أربعين ستة أربعين ده التنشة متاع السيوتو من أهم الأرقام في الطب والكونتنت تمانية أربعين و تديهم أربعة يبقى نين وخمسين كده يا أوليات خلصنا الجزء الأكبر في السيروكليشير هو الجزء الأول وبعدين فضلنا الجزء الأصغر وهو الجزء الثاني هذا أكثر متعة لأنه لا يوجد كلام رائع و جميل و حال و خالص و في النهاية سهرتكم و أشكركم على وقتكم و أتمنى كما هي العادة أني أكون أفدتكم أفدتكم و سعدت بلقائكم و ألقاكم على خير دائما و لم يبقى إلا أن أتمنى لكم التوفيق و ربنا وفاكم جميع أولاد و ألقاكم قريبا بإذن الله شكرا لزيزة